المسخة الأولى من منتدى الاستشاري دارين السعودين ركز هذا المنتدى على تسليط الضوء على أهمية قطاع الاستشارات في مسيرة المملكة العربية السعودية في رؤيتها وكذلك دور قطاع الاستشاري في النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة وأيضا كان في عندنا عدد من الجلسات تحدثت عن عدة مواضيع تتعلق بالقطاع الاستشاري ومنها أيضا الشركات الاستشارية المحلية ودورها في تعزيز قدرات الشباب والشابات السعوديين ودورها أيضا في المشاركة في المسيرة الخاصة بالتحول المؤسسي في المملكة وكذلك تحدثنا في المنتدى عن دور قطاع الاستشاري في صقل المهارات الشباب بحيث أنه كيف ممكن الشباب السعودي يستفيد من الخبرة في مجال الاستشارات الإدارية أنه يطورها وينميها ويستفيد منها في الانتقال إلى مناصب قيادية أو حتى تأسيس الشركات الناجحة وهدف هذا المنتدى أنه يجمع الممارسين والمهتمين والقيادات من القطاع الحكومي الخاص والقطاع الاستشاري وتشرفنا بوجود عدد من أصحاب المعالي من القيادات الحكومية وكذلك أصحاب السعادة من رؤساء الأجهزة الحكومية والممارسين من المستشارين الإداريين السعوديين وكذلك الموجودين داخل المملكة العربية السعودية طبعا رح يكون للجمعية بمشيئة الله دور كبير في صقل مهارات الممارسين والاستشاريين والمهتمين في قطاع الاستشاري الإدارية من خلال شراكات بين الجمعية والمعاهد المحلية والدولية لتقديم برامج تدريبية لأسس الاستشارات تقدم للشباب والشابات في المملكة وتركز على أهم ما يحتاج أن يتحلى به الاستشاري من مهارات مختلفة سواء في مهارات التحليل، مهارات الدراسات وكذلك مهارات حل المشكلات أو ما يسمى بيه مهارات التحليل